شوفنا الفاصل احنا عملنا كده دي حاجة بسيطة للكابتن عزت اللي عمله للنادي الاهلي وللي عمله للرياضة المصرية وادارة كرة القدم المصرية زي ما قلوكم الكرة دلوقتي بقت صناعة احنا عندنا في مصر مشينا في هلاوة هات واحد مسيكو مدير كوريا هما ما يعرفوش عن ايه حتى المسمى بتاع مدير الكوريا هما مجرد مجمالات واحد يعرف علاقات كويسة يقول لك هدو هو ده اللي هينفع للمنتخب انما ايه المبادئ والقص اللي هيمشي عليها و ايه اللي واحد اللي حطيتها ولا حيات لبنت النادي كابتن عزت انا مبسوط ان انت موجود معانا النهاردة لانه هنتكلم في ذكرات انت بدأتها معانا ومشيتنا على المبادئ بتاعت النادي الاهلي اللي كلنا تربينا عليها من بداية ما لعبنا كوريا اه يمكن الناس شوية فاكرة كابتن عزت بروسة مكان مدير كوريا للنادي الاهلي هو مدير كوريا في كذا حتة يعني انما الناس ناسية ان الكابتن عزت بروسة كان لعيب كوريا ده انا نسيت لا ده ما حدش ننسى الكلام ده وانا المقابلات اللي كانت قبل كده من معظم الناس ببقى فيه ناس كده ليها حاجة شخصية عندي كده كحب من جوايا كده وكابتن عزت طبعا من الناس اللي هو اسس كمدير كوريا اسس يعني ايه لوائح يعني ايه مبادئ يعني ايه مصل يعني ايه العلاقة اللي بين مجلس الإدارة وبين قدرته الكورا وبين اللاعبين وبين مديره الكورا شغل المدير الكورا هل ممكن يفرض على المدير الفني لعبين هل ممكن ما يدخلش مجلس دارة في المضعودة كله حاجات كثيرة جدا انا عرفها منه انت بدأت كورا سنة كاما كابتن عزت او سنك كان كم سنة انا دخلت النادي الاهلي 1950 كان عندي 13 سنة ساعتها وروحنا هناك الاختبار كان يوم خميس وكان الدكتور ممتاز يا سلام يا سلام شخصية جميلة جدا طبعا واساسها انك في مبابا كان فيك كابتن عمر شندي وحسين عبد الشافي ده برضا كلاعب منتخب مصر والسكة الحديد كان عندنا ملعب قدام المدرسة هناك المعلمين وكنا يخوضنا ونلعب مع بعضينا وعندين فجأة لقيت أنور صالح طبعا نعرفه لا انا الوقت هتكلم في جزئية انت بدأت لعبت كورا في الشارع؟ طبعا كان سنك كم سنة وانت بدأت لعب كورا في الشارع؟ يعني تقدر طبعا عشر سنين تقلقا عشر سنين كان ليك فرقة بقى في الحي بتاعك بعد فترة كده كان فيه واحد كبير في المنطقة جمع بقى الصغيرين دول وبينها نلعب انت كنت شاطر في المدرسة؟ مش قوي مش قوي لان كورك تضغض بكل حاولك لمشكلة ان انا كنت بطلع اتمرن فكان التمرين عندي حاجة مهمة جدا لان كنت بحب الكورة جدا وانت صغير فكان الحصة السابعة والتمنة تقريبا ما بحضرمش فطبعا اصرت على المستوى الاداة اكيد طيب الاسرة كانت مساعداك ان انت تلعب كورا طبعا والدي كان ما بيسيبنيش يعني في كل المبريات حتى في كلها الحربية كان يروح اتحاد الجيش عشان يتفرج عليها اهلاوة ولا زيادة؟ اهلاوة يموت انا مش هسألك هلوك كنت اهلاوة من صغرق من اللي شافك في الشارع وانت بتلعب كورا وقال لك احنا لازم ناخد اللعيب ده سواء لمركز شباب او لنادي او لساحة هو الكابتن عمر شندي اه طبعا ده طبعا نادي الزمالك ومنتخب مصر واخوه عبد الرحيم شندي وكان معاهم حسين عبد الشافي من نادي السكر الهديد هما اللي كانوا يعني بيشوفونا ونلعب وهو ده اللي عمر شندي اللي وصاه ان نروح وصى ان احنا نروح النادي الآي هل ده كان حلم بالنسبة للكابتن الناس روح وسلعب فيه بأمانة انا ما كانش في فكري خالص اه خالص انا بلعب كورا بحيب بلعب كورا وخواص اه اه اي حتة مش مش هيه ده بس عم سعمل ناقلة بقى من الشارع لنادي اه هي ناقلة اما جات فوقتني يعني حسيت ان في حاجة بقى لازم ابوصلها اتخضيت ها اه اه يعني فانور صالح جاي قال لكابتن عمر يقول بان مدى انتو بتلعبوا في الشارع بدى ما بتلعبوا في الشارع تعال روح النادي الآي كان الكابتن اه انور صالح مركزه ايه في النادي بقى مسك ايه لا لا كان صغير زي كان صغير اه انتاول ما دخلت اه اه احنا بنلعب يعني كنت انا وهو وفوزي فالغالي اه طبعا لعب الاهلي ولعب الهميات فاحنا التلاتة كنت بنلعب فقال تعالوا انتو التلاتة انوديكم فهو قال لانور شوف عزة وفوزي وتعالوا اه قلت له اه ليه لا يلا اول وهلة داخل في النادي الاهلي كنت اسمع عن نجوم كتيره في الزمن بتاعكم ولعيبة كان لها باع كبير جدا اول وهلة كده انتو داخل النادي الاهلي ايه اللي حسيت بيه شوف يعني سيك من حتة اللعيبة لاني برضا ما كنتش مدرك اه الحلم بقى اه ما كنتش مدرك مين اللي بيلعب ومين اللي بيلعبش ولكن انا اللي ابهرني منظر النادي الشياك اللي فيها اه الناس اللي لابسة اللي بسها محترم وقعدين وهدوء ومنظر جميل هو ده اللي لفت نظري اكتر ايه اللي حصل بقى لما دخلت دخلنا كان فيه ملعب الهوكي اللي هو بقى جنينا دلوقتي اه اللي ورا اه كان فيه تدريب الاشبال والدكتور المنتظر استقبلنا ونزلنا تأسيم احنا التلاتة بعد التأسيمة قال خلاص انت انجحت انتو التلاتة وكان فيه يوم الجمعة ماتش اعتقد اجنابي جاي لعب النادي الاهلي اه قالوا تعالوا وقابلونا عند الدرجة التالتة عشان تتفرجوا على الماتش كمان وفعلا يوم الجمعة رحنا وطلعنا واتفرجنا على الماتش وبعد كده بتالينا ننتظم في التدريب اه بعد ما قالوا لك انت انجحت تفرجتوا على الماتش وانت مروح ايه اللي دار في زهنك لا سعيد ده حالة في نادي الاهلي اه سعيد فاكر اه اجبال فريق في نادي الاهلي اه ده هبامي اه اه احمد ده كان لعيب كويس اوي 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 جنبي اه اللي هو جنبي ده بس للأسف ماكملش اه لما فيه لعيبة كتير جدا لكاته ماكملتش اه 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 ونبيل الخير اه اه كان رأي في الترسانة هو برضا كان من اللعيب المميزين الله يرحمهم جميعا طيب ايه حكاية انت كنت بتتمرن صبح وادور للدراجات كنت بتحب الرياضة ده في فترة معينة يعني اه في فترة معينة يعني بعد ما دخلت في الدرجة الاولى ده في الاخر اه 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 طيب لما دخلت الفريق الناشئين بدأت في الناشئين اه مين من المدربين اللي شبك في الناشئين وقالك ده مستقبل للنادي الاهلي الفريق اولا ممتاز طبعا برضا ده شخصية جميلة جدا لاني محطط معا وانا بدي مثل الهنة واحنا الزغيرين عشان رؤليك رؤيته للكورة اه كان بيمثل ان الكورة مع زميلك عبارة عن عقربة عاوز يخلص منها اه طب يخلص منها ازاي حضرتك تتحرك في مكان يقدر يشوفك ونمررلك من الكورة ويسمى مكان اسعد الاوقات يا سلام اه اسعد ده حتى اختيار الاسم نفسه اه مزيكة اللعيب لقاك في اسعد الاوقات فبيديك الكورة طيب عدت ديه في الناشئين عدت حوالي خمس سنين ده ده الكارديب بتاع النادي الاهلي ده عهد ده انا سعيد بيه للي الامضة بتاعتم كابتل الله الرحمن محمود مختار التتش يا خبارب يا رب ده سنة 1951-51 فريق الاجبال اه الاسم عز الدين احمد اه المدرسة انبابة السنوية الفريق اجبال السنة 13 سنة يعني انت دخلت اله النادي الاهلي وانت لسه بقولوا ايه بادارة بادارة اه اول ما اذا ما قبلتش انت بقى اول ما دخلت و لعبت في الناشئين اشتركوا في القناة